الكل يلاحظ في الفترة الأخيرة وجود انتقادات كثيرة موجهة لواقع الإنسان العربي المعاصر هذه الانتقادات كانت تتوجه أكثر ما يكون إلى الفضاء أو الأرضية الثقافية الدينية التي دخلت وتغلغلت في كل جوانب حياة الإنسان العربي المعاصر هذا السؤال والتساؤل أثار غيظ وغضب وانزعات المتدينين المؤمنين الذين يعتبرون خيارهم هذا هو الخيار الأشمل والأكمل والأصح ما هي الحقيقة؟ كيف نفهم ما يجري؟ ولماذا يقول البعض بأن هناك هجوم على الدين وهجوم على الإسلام وعلى المبادئ وعلى القيم وعلى الأخلاق وأن هناك دعوة للإنحلال؟ ما هي حقيقة الأمر؟ لماذا يعتبر هذا كل من يحاول أن يقدم وجهة نظر مختلفة؟ فيما يجري يتم انتقاده وأحيانا تكفيره وطرده من حضرة الدين ومن حضرة المجتمع فردا مكروها أو مزعجا ويثير الفتن بين الناس كونوا مع أصدقائي مع هذه الحلقة السريعة حول هذا الموضوع الذي أراه مهما جدا هذا السؤال تضح لي من خلال بعض الحلقات وبعض التعليقات من هذه التعليقات أحد الأشخاص الأصدقاء اسمه سعيد يقول طيب ما هو الحل برأيك بعد أن تقدمت كثير من انتقادات حاولت أن تقدم أفكار جديدة حاولت أن تفكك تحلل التاريخ وجميع القضايا الخاصة بالمجتمعات العربية فما هو الحل برأيك ولأن هذه الهرطقة التي يقصد كأن كل من يحاول أن يبدي رأيه في الدين وينتقد الدين هذا بالطرورة هو يقوم بفعل هرطقة أو يمارس هرطقة ضد الدين فيقول أن هذه الهرطقة سهلة ويستطيع أي أحد أن يهرطق دون منهجية منطقية ولكن من الصعب أن يقدم دراسة اجتماعية كاملة مبنية على أسس تاريخية وواقعية يحاول من عبرها أن ينهض بها بالأمم والمجتمعات طبعا هذا التساؤل أنا أعيده تماما والتساؤل صحيح وحقيقي لكن التسميات هنا المشكلة عندما نقوله هناك هرطقة فالهرطقة ربما تكون سهلة وبالفعل هي سهلة لكن الهرطقة على وضع راسخ هي الوضع الراسخ هو الأسهل بالتأكيد عندما نأتي بهرطقة جديدة فمن الصعوبة أن يبادر إنسان بأن يقول أن الطريق الذي نسير عليه هو طريق خاطئ وعلينا أن نعيد النظر في هذا الطريق أو نصلحه أو لدي ملاحظات أننا نسير في الطريق خاطئ بدليل كذا وكذا بدليل أن نسير من السيء إلى أسوأ لا بد هناك من خلل الخلل في القيادات لا بس وجدنا تغيرت القيادات تغيرت الدول تغيرت تغير الرؤساء الشيء الوحيد الذي لم يتغير حتى يومنا هذا هو مؤتقدات وتقاليد وعراف الناس ودينهم فالشيء الوحيد الذي بقيه لم يتبقى شيء لم نعالجه لم نغيره وكان الناس منذ زمن بعيد المثقفون والعارفون والمطلعون والمختصون الذي قال بأن هناك أناس يجب أن يقدمون دراسات اجتماعية كاملة ومبنية على أسس تاريخية وواقعية هؤلاء قدموا دراساتهم وبحوتهم مثلا مستقبل ثقافة في مصر قدم طهسين وقدم منهج يعني قدم أفكار أساسية أدنى على الورد في الإراق أدنى أسماء كبيرة جواد علي أسماء أملاقة في بلداننا جميعا لكن لم تحظى بالفرصة أو لم تتمخذ الظروف التاريخية عن تقبل لأفكارهم جرى بعد تقبل بعضها ولفظ الأغلبية هذه الأفكار وأيضا جرت في النهاية عملية إزاحة كاملة لكل ما هو ثقافي ومثقف ومعرفي وفكري من ساحة الثقافية والاجتماعية للمجتمع لم تعد هناك طبقة مثقفة داخل المجتمع وتم شبه تمت عملية تصفي شاملة لهذه الطبقة وهي الطبقة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم رؤية وتقدم أفكار جديدة للمجتمعات وبأتبارها هي المجتمع الأوروبي كيف تقدم؟ تقدم خلال مفكري التنوير وفكر الأنوار والفلسفة وهؤلاء جميعا كانوا ضد السلطات الحاكمة وأيضا ضد الدين المهيمن على المجتمع وعانوا الأمرين جان زاكراسو حرب إلى سويسرا بولتير حرب هو آخر هوبز في إنجلترا لوك جيفيد هيوم أيضا هرب من مكانه في إنجلترا سبينوزا هرب أو طرد من مدينته أمستردام أسماء كثيرة حتى هو ديكارت ديكارت حرب إلى هولندا وبعد ذلك حرب إلى السويد وتوفيه هناك بسبب المرضين في الوانزة هذه كلها هؤلاء جاهدوا في هذه المسألة لماذا؟ لأنهم عاشوا على إنهاض الجماعي وبالفعل كانت لهم صدا وكانت الثورة الشعبية عارمة ضد السلطات التحالف السلطة مع رجال الدين فهذا أنتج بالتالي لنا طبقة مثقفة عارفة تحاول أن تنهض بالمجتمعات وتخرجها من عالم السيء الذي عاشت فيه بسبب التزامات الدينية وسبب هيمنة واستبداد القوى السلطة الدينية والمتحالفة مع السلطة السياسية الموضوع الآن عندما يقول لي أنه هناك هرطقة فمن الأصعب؟ الأصعب هي الهرطقة الهرطقة الصحيح هي تبدو سهلة وأي واحد ممكن أن يعترض ولكن ممارستها عمليا من أصعب ما يكون وثمنها باهظ جدا ما هو الأصعب؟ بالعكس الآن عندما يأتي شخص هذه من جهة الهرطقة وهي الهرطقة يعني هي كلمة أطلقها المسيحيون على كل من يحاول أن يطرح أفكار جديدة أو يناقش أو يقول يا عالم يا ناس أنه نحن نسير في الطريق الخاطئ ورأسا يتم تكفيره ونبذأ وقتله وحرقه أن صحت أن تطور الأمر وهذا ما حدث الكثير من العلماء وفكرين على تاريخ الأوروبي الحديث بالنسبة لأنه يطلع شخص هرطوقي لماذا تحتاج عليه؟ يقول لك الهرطقة سهلة أنا أقدم لك أفكار جديدة يا أخي أنا أقدم لك تصورات جديدة يقول لك هذا الدين الذي بالنسبة لأني ما عندي موقف سياسي ولا عندي موقف أجيولوجي ولا أريد أن يكون عندي موقف أجيولوجي وإذا كان عندي أي كلمة أو عبارة فيها شيء تستمون رائحة أجيولوجيا فيها ياريت تنبهوني لأنه الإنسان لا يمكن أن يكون صافي مصفى من الأجيولوجيا أو النزعة الأجيولوجية أو الغرضية فياريت تنبهوني إذا أنا قلت شيء من التحيز إلى جهة على حساب أخرى أو فيها نفحة توجيهية أو تبشيرية عموما من الجهة الأخرى عندما تجد تحدث على المتدين المتدين يعني ليست عملية صعبة من أسهل ما يكون أن تكون متدينا وملتزمة الفراضين لأنك ولدت ونشأت في هذا الواقع وتدربت عليه ولا تعرف شيئا آخر سواه فبالحلو ما عليك أنه تكرر ما يقولون وهذا اللي جاري بالفعل أنه تجد المتدين وأشوفه بالتعليقات والتعليقات كل الإنسان إلى علاقة بالتنوير ويحاول أن أقدم خطاب جديد دائما تجد التعليقات هي كوبي بيست والآيات القرآنية والأحاديث والكلمات الجاهزة والرافضة أي أنتم كذا وأنتم كذا والاتهامات الجاهزة هي كلها موجودة من أسهل ما يكون أنك تكون متدينا يعني لم تفتكر النظرية النسبية لكي تكون متدينا أنت ولدت ونشأت في هذا المكان أصبح القال بالفكرية أنت عليه هو الذي ترى به العالم وتفهم به الأشياء فبالتالي ليست أنت لم تبتكر شيئا خطيرا إنما شيئا فرض عليك وولدت ونشأت في حضيرته أو في عالمه وتغذيت على مفاهيمه وقيامه وعاداته وتقاليده لهذا السبب من السهل أن يراقب أي شخص يعيش في هذا العالم السهل البسيط الذي تعود عليه واعتاد عليه من السهل جدا أن يكتشف أي شيء خارج هذا ما تعود عليه يعني من السهل جدا أن يشوف مثلا أمرأة خرجت بدون حجاب ففورا يكتشفها حتى لو طلع من أتي الشعرة رأسا يشعر بوجود شيء هناك خطر يعني أو هناك اختلاف لأنه كل الأشياء معدة ومرتبة لكل أسئلة الهاجوبة العالم بأكبر مفهوم هو عبد خلق لك للعبادة فقط على أن يسمع ما يقوله أبيه ما يقوله الإمام ما يقوله الشيخ ما يطيع أمر الحاكم هاي كلها وكل ما كان مطيعا كل ما ازداد رزقه يعني الله يرزق معنى أنه الحكومة ترزقه أو السلطة الحاكمة هي التي ترزقه هاي ترزقه لأنه الذي لا يحمد الله ويشكره لا يحمد الحاكم ويشكره بالتأكيد هذا سيبوء بالخسران وأما الذي يحمد ويشكر ويطيع راه الله ورسوله وربه وأولي الأمر فبالتأكيد الله راح يرزقه هاي مسألة منطقية تكون عضو نافئ داخل الدولة أو السلطة وليس عضو معوق أو مزعج لها أو متحدي لها بالتأكيد سيكون ستحصد عوائد هذا الالتزام وهذا منطقي لكن الآن المشكلة هي الآن أنه نحن الالتزام بالتعليمات والالتزام بالقواعد وبالدين كان مربح وكان مفيد للناس لأنه يحفظ لهم أمنهم وحالهم وعموالهم ويحفظ لهم تقاليدهم وعاداتهم لكن الآن الأمر مختلف نحن الآن في بحر من المتغيرات بحر من التطورات بحر من الأفكار كل شيء الآن محتوى لم يعد الإنسان الآن جزء من جماعة ولما الآن أصبح جزء من الجماعة وفكرها وذهنها بالتالي أنت الآن غصبا عنك لا بد أن تكون إنسانا منفردا ومستقلا ولديك أرائك الخاصة شئتها مبيت وهذا الأمر الذي سيحدث يعني لا مفر من هذا يجب أن يفهم رجال الدين أو أولي الأمر كما يسمون أو أهل الحل والعقد فأقول علي أن يدركوا بأنه الآن لم يعد الدين ممكنا يعني تحدث هنا عن دين والدين الصحيح وأن هناك هرطقة وهناك ما أعرف إيش لكن هذا الإنسان الذي يختار الطريق السهل والذي تربى ونشى عليه لم يعد إنسانا متصلا وخاضعا بالشكل المطلق هذا الإنسان أصبح إنسانا لأول مرة عبر التاريخ يشعر بأنه غير ملزم بما تلتزم به جماعته الإنسان الآن المعاصر تدخل عليه كل تطورات وهو قاعد في مكان الآن يفتح الموبايل يشوفني يتحدث يقول لك عندنا مشكلة أنا أو غيري أو عشرات أو مئات أو آلاف يقول لك فيه عندنا مشكلة يطلع لك واحد مثلا جهاز حديث يقول لك هذا الجهاز لا يجوز دخوله في بلدان يطلع لك شخص يتحدث بشيء وهكذا ملايين التفاصيل تدخل في كل لحظة التضخط في ذهن هذا الإنسان بالتأكيد هناك سيطرة للخطاب السلطة والحكومة والتوجيه والديني التي تكرس الخطاب الذي تعود عليه هذا الإنسان لكن هذا الخطاب لم يعود وحده في الساحة ويحاول أن يستبق الأمور ويحاول أن يحافظ على هذا الكائن المدجن المروض المؤمن الصحيح يحاولون أن يحافظون عليه بأقصى قدر من القوة ويختطفونه ويختطفون عقله بطرق لا أول لها ولا آخر وهناك جيوش إلكترونية تشترك في هذا المجال الآن تفتح تدوس أي كلمة اكتم مثلا أي شيء أي موضوع طلع لك 40 موقع أول ما جوجل أول 10-20 أي موضوع لا علاقة بالفكر بالثقافة سيطلع لك في المواقع الإسلامية المدعومة من قبل دول وحركات إسلامية يعني زاهدة بالأموال يعني ليست لديها أموالها شحيحة خطية مساكين يعني وليست لديهم مليارات ولا غصور ولا حشم ولا أي شيء على كل حال هؤلاء هم الذين يسيطرون على المشهد لكن الآن الإنسان أصبح حرا شئنا أم أبينا الإنسان أصبح مواطنا في دولة لم تزي يعني عكس العالم كانت هناك نشأ الدول في أوروبا نحن ثم بعد ذلك نشأت فكرة المواطن وفكرة الحقوق وفكرة السلطات التنفيذية وما ذلك الآن أصبح المواطن موجودا قبل الدولة الدولة لم توجد لحد الآن بشكل حديث أنه لدينا دول لكن كلها ما زالت هي مشاريع الدول ولديها مشاريع مواطن ومشاريع قانون ولديها مشاريع في كل مجالات مشروع تربية مشروع تعليم مشروع اقتصاد كل شيء دائما لديهم مشاريع وبالحقيقة كلها كذب في كذب لأنه لا يريدون أن يقيمون دولة حديثة ولا اقتصاد حديثة ولا مجتمع حديثة بل نحن لم نصل إلى درجة مجتمع لأنه يعرفون أن جميع السلطات السياسية والدينية ستكون في خبر كان بعد ذلك حتما كما حدث والمثال الموجود في عالم الأوروبي الفكرة وأنا أقولها بأن هذا الإنسان هو من السهل أن يكون متدينا وهذا من السهل أن يكون لسانه طويلا من السهل أن يغضب من السهل أن يشتم لأنه لن يخسر شيء لأنه من يتحدث بلسان حر وبعقل حر ويفكر بطريقة حرة ويشعر بالواجب أنه ينبه الناس إلى الشيء سواء كان هو غلط أو صح سعني مثلا ممكن التفكار غلط لكن هذا المسؤولية والإحساس بالمسؤولية وبالمشاركة وبأنني يعني لابد أن أحذر الناس بما هو فيه ولا أقول لا يترك دينك ولا أقول لا يترك رسالتك ولا إيمانك أقول له هناك أشياء يجب أن تنتبه لها يجب أن تخرج من حس القطيع ويجب أن يكون لديك صوتك الخاص الآن قبل الغد لأنك أولا وآخرا ستكون صاحب لسان خاص بك بعد الفاصلة ستحدث عن الجزء الثاني من الموضوعه وهو لماذا نجح الإسلام السياسي في الهيمنة على الواقع الموجود ولماذا هذه السهولة لماذا نتحدث عن السهولة والصعوبة في عرض الأفكار ونشرها واتخاذ القرارات بهذا الشأن أو التوجهات الفكرية بهذا الشأن سأناقش هذا الموضوع في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة والآن أصدقاء العزاء هناك من يقول بأن المسألة هيمنة الإسلام السياسي هي لها أسباب كثيرة وأنا أقول بأن الإسلام السياسي هيمنة أو الحركات السياسية هيمنت على واقعنا وما زالت يعني صحيحة الحركات الجهادية المسلحة يعني هيمنت منذ تقريبا ثلاثين عاما على الواقع لا حد أنه أيام الربيع العربي وبعده السنوات الأخيرة تم قطع تمويل عن هذه الحركات أغلبها تقريبا عدى الحركات الشيعية وبعض الحركات الإسلامية التمويل الدولي المنظم والعربي المنظم القطع عنها ولكن هذا لا يعني أن الحركات الإسلامية لم تتمأسس ولم تنجح في السيطرة على الواقع العربي والهيمنة التامة على الشارع والرأي العام العربي والإعلامي والاجتماعي وكل الجميع الأصعدة والاقتصادي أيضا الذي حدث هو هذا السؤال لماذا بهذه السؤال سقطت جميع مجتمعاتنا بحيث الطبقة الوسطى الشبهة منعدمة الآن الطبقة المثقفة لا وجود ولا حضورة لها في أي مجال مجالات المكان الوحيد الذي بقي المثقفين والمفكرين والذين لديهم آراء مختلفة هو اليوتيوب وليس أما الفيسبوك فأصبح أيضا منطقة مباعة كما أزعمنا أعتبرها مباعة لحكومة من الحكومات أو مراقبة بشدة وهما شركة بالنهاية شركة تجارية تبحت عموان أما اليوتيوب فهو النافذة الأخيرة التي بقت وأعتقد هو أيضا لسبب بسيط أنه اليوتيوب لا يعتمد على الحكومات إنما يعتمد على الأفراد وعلى الكونتينت يعني المحتوى الذي هذا الكونتينت مالتي وأكو ملايين يرفعون فيديوهات فاليوتيوب يعيش على هؤلاء لا يمكن يعني اليوتيوب فكرته فكرة عظيمة إنه يعيش على وموارده تقوم على أساس الأفراد ولا أعتمد على الحكومات حكومات حتى إذا تعطيه أي مبلغ لا يمكن أن يعوضه عن لأنه روح الفكرة فكرة اليوتيوب هي هذه إنه إنسان عنده فيديو يرفع إذا هذا راحت بعد ما جد على كل حال وأيضا حتى الفيديوهات اللي ما لها علاقة بالفكر والثقافة أيضا تحتاج بعض بعض تحتاج الحرية لابد مفهوم الحرية يشتغل في هذه الفيديوهات وإلا فقدت قيمتها على كل حال لماذا نجحت هذا السؤال لماذا نجحت الحركات الإسلامية المسلحة وغير مسلحة في الهيمن على واقعنا وحتى أصبح السياسيون يتملقون هذه الحركات السياسية وأيضا المثقفين يتملقون هذه الحركات السياسية السبب لأنه الواقع ما زال البنى الأساسية لمجتمعنا هي بنى دينية ما زالت ولم يؤدي لم لم تتطور هذه البنى على درجة من الوعي والفكر والحرية الفكرية بحيث يصبح يصبح من الصعب على هذه الحركات أن يشتدعوها وتنتشر بهذه الكثافة والسبب الأهم والأخطر لماذا أقول أنها انتشرت بالسهولة لأن المشروع المشروع الثقافي والنهضوي أو المشروع الفكري إذا سمينا أو الثقافي العربي فشل وانهار تماما يعني صحيح بدأ هذا المشروع بالثلاثينات القرن الماضي واستمر حتى الستينات والسبعينيات لا واستمر يعني بدأ ينحصل بعد السبعينيات إلى درجة كارثية بصراحة فكان هذا المشروع لم يكن بسهل لم يحدث بسهولة كان هناك حملة التربية وتعليم معظم الأسماء الكبيرة التي نعرفها الآن من طه حسين إلى كبار العلماء والمفكرين والباحثين والمثقفين والمبجئين أموما هم نشأوا بذلك الفترة وبسبب انتشار التعليم المنضبط المنهجي الصحيح الذي قائم على منهج علمية دقيقة وعلى خبرات عالمية هذا كل في الفترة التي تسمى لبرالية وأغلبها فترة هي ملكية هذه نهضة المجتمعات نهضة المجتمع العراقي بدأنا نشعر هناك مجتمع في سوريا في العراق حتى في أفغانستان وإيران في تركيا في مصر في ليبيا تونس مغرب هذا البندار كان هو الموديل المنتشر أنه هناك نوع من التحديث والاستمرار في هذا المجال وأيضا ظهر محمد عبداء محاولة للإصلاح قبلها بفترة قبل الظهور الملكية الملكية يعني قبل القرن العشرين فظهر وحاول يقدم خطاب إصلاحي وحاول أن يعني يؤقلم بين الدين والحقاثة ويقول أن الدين لا شيء من هذا القبيل انتهى بعد هزيمة بعد أن تورطت الحركات القومية والسياسية التي ظهرت الثورية عموما اشتراكية على علمانيا علمانيا ماكو ما أدنى علمانيا لا توجد حزاب علمانية لحد الآن ولا يوجد أي حزب اسمه يحمل ضمنه اسمه الحزب العلماني أعتقد مرة بس حزب صغير في اليمن يمكن فهذا فشل المشروع وانهار تماما بسبب ضغط الضغوطات كثيرة عالمية وضغوطات اقتصادية والسبب الكبير هو هذا توريط بجتمعاتنا في حروب عدمية ضد الآخرين والآخرين إلى قوياء جدا يعني وردنا خاصة جمال عبد الناصر وصدام حسين ومعمر غدافي والسودان يعني غير مؤهلين لهذه الصراعات كان بس الحشد الجماهيري مأتمدين عليه فقط لكنهم لا يمتلكون مقاومات هذا الصراع فكانت النتيجة أنه غامروا بمستقبل بلدانهم وبلدانهم الآن في أسفل السافلين صراحة يعني يعني المصر الآن العظيمة الكبيرة الآن أين الفن المصري الثقافة المصري المفكرين المصريين موجودين الآن أسماء لكن أسماء مشتتة يعني نثار هنا وهناك لكن لا تشعر أن هناك وسط فبالأراق انتهى تماما لا يوجد وسط ثقافي كلهم صاروا موظفين وهناك أسماء أيضا تحاول أن تقاتل لوحدها وبشكل معزول وبجرد أن تطلع تتحدث يتم اضطهادها وتنكيس أعلامها كما يحدث الآن عندما هذه الهرطقة بعضهم يقول أنا ما أفهم ما الذي وين تريد توصل إلى أين تريد أن تصل بهذا الكلام فهو حقه بفعل يقول لك أنه هي السفينة غرقانة فأنت أنت مدوخ نفسك على شو على كل حال هذا هو مزاجي وهذا واسي وأنا أحس أنه عندي واجب واجب فكري لا أقول لك تعالى معي ولا أذهب ضدي ولا أقول لك أترك دينك ولا أترك عقيدتك ولا أترك دولتك ولا أترك مصالحك لا المهم أقول لك هذا أكو هنا لك إشكالات أحاول أن نفكر بها فيها معا لا أكثر ولا أقل فبالتالي هذا الهملة الحملة التورية التي قادها هؤلاء أدت إلى انهيار تام لمجتمعاتنا فعند ذلك في ذلك الوقت لم تكن الحركات الإسلامية واضحة للعيان ولم تكن مؤثرة بل كانت يعني موجودة لكن ليست لها تلك السطرة وميزة هذه الحركات الإسلامية إنها نفسها اتبعت النهج نفسها الذي اتبعه هؤلاء القادة الضباط الأحرار كما سموه كلهم أحرار هم لا أحرار ولا بطيخ على كل حال اتبعوا نفس المهج معادات الدول العظمى بإمكانات أسوأ مما سبق يعني هؤلاء لا أمكانات لهم وهم أيضا الدول العظمى أيضا بعضها مؤلمة الحركات الإسلامية الصينية هي بدعم من الدول العظمى خاصة الأمريكا هي نشأت بهذا السبب لمواجهة الاتحاد السوفيتي في وقتها فهؤلاء أيضا بعد ذلك راحوا ما لا فعلوا راحوا يواجهون الدول العظمى وتستمر الأمر وتطوره إلى أحداث 2001 في 11 سبتمبر وكانت النتيجة أن هذه القوى العظمى شنت هجون كاسح وجبار على بلداننا وأدت إلى ما نحن فيه تدمير العراق تدمير بلدان كاملة وهيمة يعني دفعنا الشعوب كلها دفعا ثمن كبير وهائل بسبب هذا التطرف الديني الذي نشره الإسلاميون وهي حركات سياسية بالحقيقة يعني ليست يعني ممكن يقول لك دين ودين لكن هو مصادرة للإسلام نفسه حولوا الإسلام إلى أداة واشتغلوا على هذا الأساس وكان الحل هو سهل هذا السهولة اللي يتحدث به الأخ يقول له لأن كل المشاريع التحديثية انهارت وما يبقى إلا هذا القعر يعني عندما ينهار هذه المحاولة للصعود والنهوض بمجتمعاتنا عندما تنهار القيادات وهي قيادات أيضا هشة وتعبانة وورطتنا كما تحدثت باسم الثورة والثورية انكشفت يعني انكشفت مجتمعات بل الأحرى انفضحت يعني سكاندال نحن انفضحنا يعني انفضحنا واللي كان كان كما يقول المصري فانفضحنا انكشفت حقيقتنا فطلعت ماذا طلعت خرجت هذه الحركات الإسلام السياسي لأنه لا يوجد أي توجه فكري ومعرفي يجمع رأي الناس فالناس طبيعيا تهم ثقة بالإسلام ومتدين وليس لديه شيء آخر يعني لا يوجد منافس لهذا لأنه كل الأوراق انكشفت والأوراق التي كانت تعتبر نفسها رابحة ثبت زيفها ولم تبقى إلا ورقة الدينية وكانت كما قلت تأدى الأمر إلى التطرف الديني وانتشرت السلفية لبلدان الشعوب تسلفنت لأنها لم يكن لديها خيار آخر أنه تحمست الناس وانتشرت الحجاب هي صحيح هناك توجيه وهناك تعاون من قيادة قيادة سياسية وحتى تآمر من الدول الأمر على هذا الموضوع لكن في الحقيقة هو هناك نوع من الخواء الثقافي والمعرفي هناك نوع من الفشل الفضائحي للذات العربية والذات الإسلامية أو ذات التي يفترض أن تكون موجودة للشعوب المنطقة فهذا كل عوامل أدت وبعد أن الكارثة الدليل الأكبر على هذه الفضيحة أن عندما هاجموا الدول الكبرى وهاجموا أمريكا وادعوا قوة ليست لهم وليست منهم وليست فيهم وليست عندهم ماذا فعلوا عادوا نكسوا على شعوبهم وقاموا بدأوا يشنون الحرب على شعوبهم ويتهمون الشعوب بالكفر والآن ما زلنا لحدها للحظة نحن ندفع ثمن هذه المواقف والكل يدلق تهمة الكفر والتكفير على الآخرين الآن قليلا بدأت التقل تهم التكفير واختيالات التكفير والدعوة إلى الكراهية وما ذلك وهذه لم تحدث بسبب وجود توجيه فكري وتوجيه يعني العلاقة بالتوجيه قائم على الدراسات إنما بسبب التوجيه عالمي أمريكا قالت كافي إحنا ما نحتاج هذا التطرف بعد وريد خطاب علامي متوازن لا يحت على الكراهية ورفعوا هذه الدعوة على اليهود وعلى المسيحيين وما لذلك بقى فقط طالبان أزلوها وكما تؤزل المصابين بالجرب أزلوهم هناك وقالوا هذه حدودكم لا تخرجونها هذه حدود الله خلوكم فهدود الله ماندكم خلوكم عليها اللي يطلع مننا ندفع الثمن غالي وهو طالبان أرفعوا اللعبة خلق بس نطلع طلع باللدن طاح حظنا و دفعنا الأمرين فخلوا نحن هذا البلد مالتنا وما نريد أكثر وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا كما يقال وكانت النتيجة هي أن السياسة بدأت تعبر عن نفسها من خلال الدين لا يوجد السياسة الآن لا يعبر عن نفسها من خلال الدين والخطاب الديني جزء من لغتها اليومية وهذا هو المشكلة وأنه عمليات تحديث كلها أثبتت أنها عمليات مزيفة كما قلت والسبب أنه لم تدخل يعني لأنه أين حدث عمليات التحديث فقط في طبقات محددة فقط في مناطق المدن الكبيرة ولكن بقية المجتمعات غارقة في بحار التخلف والجهل والمرض والفقر والجوع والظلم والاستعباد والاستغلال والسياسة يعني القيادات السياسية لم لا نجد لديها مثلا قدرة على معالجة أي موضوع من دون الدين لأنها السياسة ما ويحاول إدارة الأمور مهما يكون السياسة ليس مفكرا وليس صاحب رسالة فكرية ومعرفية لابد أن يحتاج إلى متقفين مستشارين على درجة عالية من الكفاءة والعلمية والثقافة فعدما اختفى هؤلاء وهذه الطبقة المتقفة التي كانت موجودة أثبتت مشاريح كلها الخواء لم يبقى إلا رجال الدين أصبحوا من كبار مستشارين لهؤلاء أو من لديهم خلفية دينية هذا أدى إلى أن يكون السياسة هو تابع للدين وليس طبعا الديني دائما يلعب لعبة بزدوجة أو المؤمنين دائما عندما يشوف المشكلة بالدينية يقول يشوف السياسيين ظلم فجر لا يتبعون الدين الصحيح هو طبعا ولابد رسالة ما يتبع الدين الصحيح هو طبيعا لأنه إذا تبع الدين الصحيح يعني هاي يصير طالبان فهي لابد يعني أنت وضعت تطبق الدين الصحيح هو دينك الصحيح لا يمكن تطبيقها كيف تطبق السبي تطبق القطع الأيدي قطع العقاب يعني والتزوج الأربعة وبيع السبايا وهذا الدين فكيف يطبق السياسة ما تريد فدائما هو يعني ما أكون مذموم كالسمك المهم كانت النتيجة كل معالم الدولة الحديثة اختفت من واقعنا تماما وهذا هو بسبب ماذا بسبب غياب المشروع الذي يحتاج جهدا ويحتاج كما يقول صاحبنا بالتعليق فهذا غياب المشروع الذي يحتاج هذه الدراسات الصعبة المدققة التي تخضع لاختبارات وبحوث ومراجعات هذه الدراسة الحقيقية لكن كيف تجريها وأنت ليس لك المتقفين يديك رجال دين يقولون شيئا في الصباح وشيئا آخر في المساء كيف يمكن أن تبني دولة حديثة ومستشاروها أو المتحكمون بأمر الناس وأمرها هم رجال دين يعني مستحيل وهذا النتيجة كانت أنه التغليب الروحي كما يسمى وهي كلمة مستلة من التراث المسيحي البابوي الفاتيكاني أنه الجانب الروحي في الحياة أنا أضحك من أسمع أنه الحياة الروحية وحياة الروحية حتى المصالح ما أخذينا فجرى تغليب الحياة الروحية بالتعبير الديني طبعا ما عندنا حياة روحية لأن ما عندنا إنسان أصلا فكيف تكون لديه حياة روحية فعلى كل حال هذا الحياة الروحية أفضل من حياة المادية جرى تغريب الروحية على المادية وبالنتيجة كانت ما نحن فيه من تخلف على جميع المستويات لأنه التخلف أين يجري على الأرض وليس التخلف في السماء والمهم أنك التقدم في السماء والتطور في السماء والتحديث في السماء والخروج من الأرض هو العامل الصحيح للرجل الدين وهذا هو الطريقة المتعاودة يعني لا تطلب من الثور حليبا هو هذا الرجل الدين هو هذا الدين مالتنا دين العلاقة بالسلطة والحياة الدنيا والخروج بالحياة الدنيا وبأفضل صورة واللي استعدادا للدار الآخرة هذا هو الدين يعني لا يؤطيك حليبا لأنه ليس ابن الأرض لا تجد نصائح في الزراعة لا تجد نصائح في الزراعة لا تجد نصائح في الطب ما لا علاقة بها هما يألفون يعني الطب النبوي مثلا بس هذا يعني دعاية دعاية دينية ليست أكثر وهناك أجاز في القرآن كلها دعايات ومجرد ذر في العيون لكن في الحقيقة الدين ما لا علاقة بالواقع ما لا علاقة بالحياة يعني الدين ليس يعني يبدو علماني لكن علماني بس مسألة الثروات الفلوس يعني وما يأخذون الفلوس هذا هي يعتبرون هاي المادة لأنني قلت بمادة هذه لها علاقة يعني ترهب بها عدوكم لشراء الأسلحة وامتلاك استعباد الناس باسم المال والسلاح والقوة والسلطة فالمادة بالنسبة لهم هي وسيلة لإنفاذ الأمر الإلهي أو تطبيق الحياة الروحية في التعبير هذه الكلمة المضحكة فالسهولة ونحدد عندما فشلت هاي الطبقات المثقفة اللي شوفها الطبقات فشلت في تحويل المجتمعات من أو تحويل هاي الثقافة من ثقافة ثقافة نخبة إلى ثقافة جماهرية بين الناس نجحوا قليلا على مستوى بسيط لكن جرى كل شيء تدمير مع الوقت وحتى ما تبقى من هاي الطبقة المثقفة هي الآن صامتة ومقموعة وتحاول أن تجد لها صوتا يخرج هنا أو هناك بطريقة أو بأخرى هناك أشياء بعض يحاول أن يقاوم لكن وأنا عندي أمل بأن هاي المقاومة ستسفر عن شيء ليس لأنها قوية جدا أو حجمها كبير لا بس لأن الخطاب الديني بدأ يكشف أوراقها بدأت الناس تفهم أن المسألة ليست مسألة الدين وليست مسألة العاطفة وليست مسألة عبادات المسألة أكبر من هذا بكثير ليست بهذه السهولة فبدأوا يكتشفون الآن الناس في حالة صدمة واستغراب وخشية يعني بين الخوف من الهيمنة الدينية على الناس واستعباد الديني والاحتلال الديني الشامل لمشعوبنا وحالة الطوال كما سميتها الدينية التي يخضع تحت شروطها الجميع الناس تحت هذا الخوف من جهة وتحت الخوف الآخر وهو أن يبتكروا شيئا جديدا ويراهنون عليه لا يوجود لمراهنة أخرى لأن الدين ورجال الدين كانوا من الذكاء والحرفنة والمهارة اللصوصية إذا صحة تسمية واعتدر على هذه العبارة بحيث يعرفون بأن تحت أي فرصة لوجود طبقة متقفة ولها علاقة بالعلوم العصر ولها علاقة بالقيم الحديثة الإنسانية التي حقوق الإنسان مثلا لا يعترفون بها فهد كل هذه نفوها نفين ثم وتشويه لحقوق الإنسان إقلق لحقوق العبد الإنسان عبد لشهواتك صير عبد ربك أحسن ما صير عبد شهواتك يعني لئ بلغوي طبعا أنا أصير عبد شهواتك ليش ما أصير عبد شهواتك يعني وأصن ليش هال الفصل أنا أصن أنا إنسان ليش تفصل بيني وبоين نفسي وأصير عبد النفس بعد ذلك. القصة مزيفة. على كل حال ما يقول الأخ في تعقيبه قال بأنه أنه صعب أن تكون هرطوقا. لا نقول بالعكس هو الخلاصة أنه بالعكس هو الدين أو الأرضية الثقافية الدينية والبنية الدينية لمجتمعاتنا هي الموجودة والجاهزة. هي السهلة وهي التي استثمرت الموضوع الحركة. فكان من الطبيعي تخرج حركات سياسية تستثمر هذه هذه البنية أو التربة الثقافية الدينية الجاهزة ويستثمرها لصالحهم. واللي يساعد عليها كما قلت هو الانهيار المشروع المجتمعي. الحديث الذي قاده ضباط الأحرار وقبلهم بالحقيقة قادهم الملوك طبق يعني الملكية العراقية والملكية المصرية. وأيضا بجموع من الرؤساء في الخمسينات والأربعينات في سوريا ولبنان وتونس وحتى تونس تمرت المرقبة في المغرب أيضا. والميزة أنه هاي الطبقة الذين قاموا بهذا التحديث أنه قاموا ببناء دول شبه حديثة. لكن هاي المسكلة أيضا سبب السقوطها هو أنها لم تقم من خلال من 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 تجربة نابعة من هذه التربة نفسة. يعني هاي التربة الدينية الثقافية الدينية الجاهزة السهلة التي لا لا تحتاج جدا كبيرا لاستغلالها وتحويلها لحركات سياسية عنيفة أو غير عنيفة وتمتلك السلطة أو تستولي على السلطة لأنه الدول التي قامت انهارت والمشروع المجتمعي انهار بسهولة لأنها لم يقم على أساس صحيحة ولم يخرج من حاجة الناس ومثل ما خرجت في بلدان أوروبا. بلدان أوروبا تطورت بسبب نهول وأصلاحات على مستوى الاقتصادي على مستوى العلمي على مستوى التربة على مستوى الديني على المستوى الفكري على مستوى الحكومي المؤسساتي في جميع المستوات لكن احنا ما عدنا رأسا نجيبنا دولة حديثة كتبوا هاي دولة العراق دولة مصر دولتها سايكس بيكو سوى لك حدود وخططوها وصارت دولة حديثة والعالم بدأ ودخلونا بعصوة الأمم بعد ذلك أمم المتحدة قالوا انتم دول واجوا جاء اجوا رؤساء وحيكلة لكن هذا الهيكل كل على فضاء فارغ وبالنتيجة احنا يعني بناء ايضا الدولة هذه اللي يفترض كانت بصعوبة تمت بصعوبة وجهد طويل هي ايضا اسست بطريقة سهلة سعية معقدة ومركبة صارت بعد ذلك يعني تعليم وحداثة وما ذلك وتقافة وتفاصيل معقدة دول كثيرة لكنها كلها قامت بطريقة بطريقة سهلة ايضا اسستها ليست راسخة في وجدان المجتمعات وليست ناضحة من حاجتهم الى بناء دول حديثة ما زالوا يفكرون بطريقة الدولة العثمانية وبطريقة وجود سلطان يطيعونه ويأتمرون بامره هذه هي الحالة المركبة وهذه الجدلية سأخصر لها حلقة منفصلة شكرا جزيلا واسفال تعالى مع السلامة